شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أثراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الاجتماع الوزري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة وقد ألقى شكري كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولية وذلك من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر جلاسيكو العام الماضي كما أبرز شكري في كلمته ما تحتل له قضية الوفاء بتعهدات للمناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض معربا عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ التعهدات وفي تحديد كيفية العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ موسيقى موسيقى